موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأكارم أهلا ومرحبا بكم وهذه التغطية الخاصة والمباشرة التي نمر فيها على سيرة إنسانية عطرة غيرت مجرى التاريخ الإنساني وقالت للظلم كلا كبير قارع ذلك ظلم وأسست جيلا واعيا امتدت بأفكارها للمدارس الثورية السابقة التي نهج سبولها القويمة الآئمة الأطهار وعلى رأسهم نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فكان مناورة كبيرة الشهيد الصدر قدس سره ومقارعة ظلم هذه الكلة التي أطلقها لتثير في النفوس الإنسانية القدرة على المقاومة والمقارعة ومجابهة ظلم بعد أن كان لا ضوء في نهاية النفق فإذا في الشمس تفتح أفاقها الواسعة أمام كل الناظرين في البدء رحب بطيوف الأكارب في الستوديو سمحت شيخ ماجد الشامي شيخ نحيك الله وأهلا ومرحبا بجنابك أصل التحية وترحيب بالباحث الأستاذ رائد السوداني أستاذ رائد حياك الله أهلا ومرحبا بجنابك كما أصل التحية والترحيب بسمحة السيد الدكتور كظم الحسين ينضم إلينا ضيفا كريما من النجف الأشرف دكتور حياك الله أهلا ومرحبا بجنابك الموقر والبداية مع حضرتك وحبذا لو أخذتنا بمقدمة عن هذه السيرة العطرة والنقية التي غيرت مجرى التاريخ بعد أن تصور ذلك الطاغية بأنه أسس للطغيان أركانه فإذا بالسيد الشهيد يقوض كل تلك الأركان نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك دكتور فراس المحترم وتحية لضيفيك العزيزين وللمشاهدين الأكارم في الحقيقة تشكل حركة السيد الشهيد منعطفا تاريخيا استثنائيا في تاريخ العراق المعاصر من حيث أو قياسا إلى الظروف التي كانت المنطقة تعيشها بشكل عام وكان العراق يعيشها بشكل خاص حيث أن النظام البعثي الإجرامي الذي كان جاثما على صدر العراق وخانقا لكل حرياته وكابتا لكل أصواته في ذلك الجو المكفهر في تلك الأيام العصيبة التي يخشى الإنسان حتى من أفراد أسرته يخشى الإنسان من جاره لا يستطيع أحد أن يتحدث لا يستطيع أحد أن ينقد أي شيء يمس الدولة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع كمية الظلم والدمار الذي حصل خاصة في سنوات التسعينيات حيث الحصار الاقتصادي ويعني حصار اقتصادي من أمريكا وحصار داخلي فرضه النظام البائد على الشعب العراقي في تلك الظروف البائسة التي كان يعيشها العراقيون وإذا يتفاجأون بظهور ضوء في نهاية الأفق صوت يحمل نبرة الحرية يحمل نبرة الأمل السيد محمد الصدر ظهر متصديا للمرجعية ظهر برمزيته رمزية أسرته المعروفة أسرة آل الصدر المعروفة على مدى التاريخ بأنها منجم للزعماء الوطنيين والمراجع والثائرين والشهداء ورمزية سيد محمد باقر الصدر ما زالت تعيش جمرة في صدور العراقيين وإذا يظهر سيد محمد الصدر ابن عم السيد الشهيد ويبدأ بحراك لم يكن معتادا حراك أقل ما يقال عنه أنه حراك شجاع في ذلك الوسط من الخوف والرعب والحكم بالنار والحديد فلذلك استقطب السيد الشهيد بشجاعته وبطهرانيته استقطب العراقيين وانجذب العراقيون له وتفاعلوا مع مشروعه واستطاع السيد محمد الصدر أن يعيد شخصية الشعب العراقي أن يعيد رمزية الكرامة للشعب العراقي الخوف كسر حاجزه بفضل السيد الشهيد محمد الصدر والناس بدأت تتفاعل مع قيادتها الحقيقية لأنه نحن كما تعلمون في أدبيات الشيعة أن القيادة الدينية الروحية للمسلمين هي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن بعده للإمام المعصوم ومن بعده للمرجع الجامع لشرائط نيابة الإمام المعصوم وهذه من ثوابة الأدبيات الشيعية فلذلك العراقيون وخاصة في وسط العراق وجنوبه رأوا في السيد محمد الصدر القيادة المفقودة التي كانوا يبحثون عنها في خيالهم في أحلامهم في آمالهم وسط ذلك الخوف والرعب الذي عاشه العراق على مدى ثلاثين عاما فلذلك سيد محمد الصدر في لحظة سوداوية كبيرة كانت تشتاح المجتمع العراقي فجاء منقذا لكن هذا كسر أفق التوقع الذي نوه جنابك الموقع إلى سماعة الدكتور إنه في لحظة لم يكن يتوقع أن يخرج صوت يصدح بهذه الطريقة المجابهة لذلك الظلم ذلك الطغيان الكبير ويوجه كلا للطغيان في إشارة رمزية معروفة صوب من توجه هذه الدفلة ومن المقصود فيها ألا يشترط أو يتطلب هذا الأمر مقدمات قد توافرت جميعها لدى السيد الشهيد حبدا لو أخذتنا في المحور المقبل عن تلك المقدمات أو أبرز تلك المقدمات لأن تدري أن الوقت لا يسمح لنا أن نسبر هذه الحياة الثرة بكل أبعادها سمحت الشيخ مجد بالعودة إلى جنابك الموقع أن تأخذنا في مقدمة عن هذا السياق الذي تفضل سمحت السيد الدكتور الآن بعرض شيء منه سياق كان يميل إلى تجهيل الناس عدم توعيتهم أو تغفيلهم في جوانبهم الدينية والحياتية والاقتصادية الإعلام له المؤسسات الحكومية له الحزب الواحد هو الذي يتحكم فيه لم يسمح بالتعدد أو التنوع كيف ترجعنا أو تذكر شبابنا الآن بذلك السياق بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رضي العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين بداية عظم الله لنا ولكم الأجر هذه هي الذكرى الأليمة وهي ذكرى شهادة السيد محمد الصدر ونجلي قدست أسرارهما وكذلك نعزي الشعب العراقي بشكلها وخصوصا آلة آل الصدر المتمثلة بسماحة السيد مختل الصدر أعزه الله في هذه المناسبة وشكرا لكم بتصيية هكذا وهي لهذا المرجع العظيم الذي قلل في التاريخ أن يكون مرجعا بمثل صفات السيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه وعندما نرى أنه تحرك آل الصدر بشكل عام وتحرك السيد محمد الصدر بشكل خاص نجد أن هذه العائلة العلمية العائلة الجهادية وكما قال قبلها المرجع الكبير ألا وهو السيد حسن الصدر عندما كان يقول أنه لا يوجد أحد من آبائي وأجدادي إلا كان عالما أو زاهدا أو حتى مجاهدا فهذه العائلة الغنية حقيقة عن التعليف بما قدمته للأمة الإسلامية بشكل عام لأن هذه السلسلة الذهبية المتواترة من موسى بن جعفر ابتدادا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه السلسلة الذهبية المتمثلة بآد الصدر الكرام تجدها أنه دائما في معترك مع الطغاة بالقرب مع القاعدة الشعبية المتمثلة بالأمة الإسلامية بشكل عام يعني تجد أنه آل الصدر ما موتوال في لبنان وفي إيران وحتى في الهند وحتى في الحجاز تجد آل الصدر لهم خيوط ولهم أنه تواصل مع المجتمعات ومن ضمنهم السيد الشهيد الصدر الغوان والله تعالى عليه فإذا أجدنا على واقع العراق يعني واقع العراق أنه سعت حتى أنه الخنقول العثمانيون من قبل أنه ماذا أنه سياسة التجهيل وسياسة التتريك وسياسة أنه قضية أنه الحكم الواحد باعتبار أنه هذه يعتقدون بالخلافة وما موجود في النظام العثماني وبعدها عندما جاءت بريطانيا إلى العراق أيضا سعت إلى قضية التجهيل وفعلت ما فعلت وتعلم ويعلم الكثير من الناس كيف كانت سياسة بريطانيا عندما وضع وحتى هو هذا النظام البعثي الذي هو جاء من صنيعة بريطانيا وأمريكا كما قال أحدهم بأننا جئنا بقطار أنقلو أمريكي وهذا السياسة فعندما جاء هذا النظام الذي عشنا فيه وعاش فيه الكثير من الناس اللي عاشوا في هذه الحقبة الزمنية ألا وهي خنقل حقبة هذا النظام البعثي واستطاع أنه بتجهيل المجتمع تجهيلا بحيث أنه 35 سنة أنه كان يردد بالقائد الضرورة وبالقائد الأوحد وبالحزب الأوحد وبالتالي حتى عندما تذهب إلى المدارس نعم نعم للقائد نعم نعم للحزب نعم نعم وإذا السيدة الشهيدة صدر بيوم وليلة ويقول نعم نعم للإسلام نعم نعم للحوزة نعم نعم يا الله فاستطاع أن يرجع الأمة إلى سابق عهدها بأنكم أيها الشعب العراقي بشكل خاص نقول أنكم شعب مسلم وأنكم شعب له جذور نقول جذور بأمة أهل بسلام الله عليه وبالإسلام بشكل عام وذلك عندما كان يقول قولته المشهورة والكبيرة أنه أنا لست مهمة لا بيدي ولا بوجهي ولكن المهم هو مذهب أمير المودي رسول الله صلى الله عليه وعليه صدع أن يجمع منها فتجد أن هذا النظام الذي سعى جاهدا أنه لتغييب نقول العقل العراقي باعتبار أنه هذا الشعب أراد أن يدجنوه ولكن عندما يظهر هذا الرجل ولذلك أنا أتخطر أنه كلام للإمام الصادر سلام الله عليه أن الله سبحانه وتعالى يبعث أو يرسل في كل رأس مئة عام رجلا يصلح هذه الأمم وهي هذه المقارنة الموازنة هي مقارنة بين الجاهلية والإيمان الجاهلية تريد العمى والظلام والإيمان الذي يريد الهدى والنور أعود لجنابك إن شاء الله في عقد مقارنات في هذه المدرسة التي قارعت الظلم وجابهته وانتصرت عليه أستاذ رائد جيد تحييب وترحيب جمعيك الموقر هذا البعد الجيني الذي أحالنا عليه سمحت السيد وسمحت الشيخ متفضلين لهذه العائلة العريقة المتسمة بالصمود والمجابهة والمقارعة والعلم يقابله أيضا بعجين لهذا الشعب الذي ربما يغفو في بعض اللحظات ولكنه يستنهض عند أول دلالة حضارية لك الكلام متفضلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لقناة العراقية العزيزة على هذه التخطية والاستضافة وأحيي سماحة السيد كاظم الحسين من النجف وصماحة الشيخ ماجد وأحيي كنتبتور الحقيقة قبل الكلام أوجه تعزية وأنا دائما أوجه تعزية ليس للذين اتبعوا وقلدوا السيد وإنما أوجه التعزية للذين لم يقلدوا ولم يتبعوا السيد لأنه بمجهة نظري الخاصة إن من قلد وتبع السيد كان بتوفيق من الله وبدراية ووعي يعني أنا عملت دراسة وجدت إنه من اتبع السيد أكثرهم أغلبهم أصحاب فكر وأصحاب وعي كانوا ينتظرون كما قيل ينتظرون التوجيه فقط ينتظرون التخطيط فقط أنا أختلف ويعذرني سماحة الشيخ وسماحة السيد أختلف عندما يقال إنه فجأة ظهر السيد كل عمل لابد له من تخطيط وهذا العمل الجبار النهضوي هذا جاء من تخطيط هذا جاء بعد تفكير طويل نعم وحتى هو في لقاء الحدانة تخطيط من قبل السيد الشهيد نعم هو في شبابه عمر 19 أتذكر له في أحد كتب ويشير يقاطب السيد الشهيد عندما يصبح كبيرا فهو كان مخططا المفاجأة كانت للشعب الذي عمل على تجهيله من هذه الزاوية أستاذ الرأي نعم قد قد أتفق من ذلك لكنه هو كالسيد محمد الصدر لم يتفاجأ به أحد سماحته في لقاء الحدانة ذكر أنه السيدين الخميني ومحمد باقر الصدر قد حفر الحفرة وانا الشارع وانا عبدته فإذن شيء يكمل شيء آخر لكن الجماهرية التي ظهر بها السيد كانت جماهرية نهضوية يعني أنا دائما يسألوني لماذا إذا كان هذا عدد الأتباع التي تبعه السيد لماذا لم يقم بثورة ويسقط الدظام وانا أقول الآتي السيد لم يكن انتحاريا السيد نهضويا وجد أن المجتمع قد انحرف عن المبادئ الإسلامية كيف وأقارن مع مجتمع الإمام السجاد الإمام السجاد بعد استشهاد الإمام الحسين والترهيب والترهيب والاستمال بالمال السياسي اتجه الناس أنه الرزاق هو معاوية ويزيد والحكم وحتى الشعر وظف في سبيل إعلاء شأن معاوية ويزيد فكانت سياسة الإمام السجاد هو الدعاء الصحيفة السجادية ليس فقط دعاء يعني مجرد وإنما هو تربية كاملة للمجتمع يا مجتمع أنه الرزاق هو الله وليس معاوية إنه من بيده الحياة ومن بيده الموت هو الله وليس معاوية ويزيد لو تلاحظ خطب السيد أدعي طويلة وكلها تركز على التوجه إلى الله الله هو الباقي الله هو هو الذي يحيي هو الذي يميت هو الذي يرزق قطيع الله قطيع أحسن نعم ولذلك كأنه أخذتني 255 للهجرة إلى الجاحظ حينما يقول المعاني مطروحة في الطريق إنما الفضل في الصياغة وإعادة النزج الفضل للشهيد الصدر هذه الصياغة وهذا الإرهار الكبير نعم الذي استطاع من خلاله أن يستنهض أمة كانت هي تشك في قدرتها على أنه تصور دكتور وصل الحال بالعراقيين وهذه نقطة مهمة جدا منذ عام 1980 وصل الحال بالعراقيين أنهم ينتظرون التغيير من الخارج أحسن خليني ما أبتسر هذه الإجابة هذه إجابة سياقية مهمة يحتاج جيننا الشاب الآن أخذها في المحور اللاحف من جنابك وأنتقل إلى النجف الأشرف إلى سماحة السيدة دكتور الحسيني وأودعت في جعبتك سؤالا سيدنا الحبيب حول المقدمات التي أفضت إلى هذه الشجرة اليانعة الثمار التي ما زلنا بحاجة إلى ثمارها شجرة السيد الشهيد قدس السر نعم دكتور في الحقيقة السيد الشهيد قدس الله نفسه وكما ذكرت في الكلام الأول أنه في الأدبيات الشيعة في أدبيات الشيعة أن المرجع الأعلى هو في الحقيقة نائب عن الإمام المعصوم وبغض النظر عن الاستدلال والأسس الفقهية والاستدلالية لهذا الموضوع السيد الشهيد كان يشعر بوظيفة الأنبياء ملقات على عاتقه وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك السيد الشهيد كان في يعني من أهم سماته الأساسية أنه كان آمراً من معروف وناهياً عن المنكر وكان في هذا الاتجاه وطبعاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى ضريبة خاصة مع وجود النظام السابق الذي كان يتعامل بالنار والحديد مع الآخرين ولذلك السيد الشهيد اتجه إلى إصلاح المجتمع إصلاح ما فسد ومع وجه من المجتمع بواسطة وظيفة الهداية هو يسميها في كتبه يسمي الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر وظيفة الهداية هو كان يعني وظيفته الأساسية هي هداية الشعب العراقي إنقاذ الشعب العراقي إبعاد الشعب العراقي من شرنقة النظام البعثي الذي خنق صوته وحريته فلذلك بدأ خطواته في هذا السياق بتوزيع الوكلاء على المحافظات الدعوة إلى إقامة صلوات الجماعة نشر الأحكام الشرعية والعجيب الغريب بالسيد الشهيد كان صوته وأمره وتوجيهه مؤثرا في القلوب وليس ذلك إلا بسبب طهرانيته وصدقه أنه كان القلب ينزح من اللسان ينزح من الضمير كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه وكلما كان هذا الضمير نقيا وصافيا كلما كان التأثير على المتلقي أكثر أثرا وأبعد قوة ولذلك السيد الشهيد كانت توجيهاته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر كان مؤثرا جدا اللي هو تسميه كسر أفق التوقع يعني كسر أفق التوقع ثنائي كان أولا لم يكن أحد يتوقع ماذا سوف يخطو الصدر الخطوة الثانية ولم يكن أحد يتوقع أن يحدث الصدر هذا التأثير في المجتمع يعني أسألك بالله والمشاهدون يسمعون السيد الشهيد في الخطبة الأخيرة من خطب صلاة الجمعة خاطب الغجر طبعا الخطبة التي كانت سابقة على خطبة الخمسة وأربعين خطبة أربعة وأربعين السيد الشهيد تحدث عن إطلاق صراح المعتقلين وطالبت دولة بإطلاق صراحهم والسيد هدد تهديدا مبطنا أن الدولة إذا لم تطلق صراحهم فإنه سوف يوعز لجميع الوكلاء بالمطالبة في الجمعة التي بعدها كل الحاضرين في صلاة الجمعة وحيث أن المعتقلين لم يخرجوا من السجون كنا نتوقع أن السيد الشهيد سوف يتحدث على هذا الموضوع ولكنه كسر أفق التوقع كسرا لا جبر له عندما قال أني في هذه الجمعة أخاطب شريحة الغجر شوف نقل المجتمع من تفكير كان في واد بعيد إلى تفكير جديد أي غجر من الغجر السيد الآن دخل في عالم خاص فخاطب الغجر وقال لهم أنتم لا ينبغي أن تبقوا بهذه الوضاع الاجتماعية أنتم منبوذون اجتماعيا لا أحد يقيم لكم وزنا ولا أحد يحترمكم لماذا تقبلون بهذا الوضع ولماذا تقبلون أن تمتهنون الفاحشة من أجل رزقكم ومعيشتكم باب الله مفتوح وباب الإسلام مفتوح وباب التوبة مفتوح ودعاهم إلى التوبة في سابقة ربما لم تخطر على أي مصدح على طول الزمان أن يخاطب هذه الشريحة ولما وصل خطابه إليهم رأينا الكثير من العوائل المئات من العوائل الذين كأنما أصابهم السيد الشهيد في كلمته بمقتل عندما أرسل لهم سهم الحق خجلوا من أنفسهم واستجابوا بنية صادقة وبنية جادة إلى عرض السيد الشهيد وفعلا هاجروا مناطقهم وتابوا واندمجوا والسيد الشهيد في الخطوة دعا الشعب العراقي أن يتقبلوا من يتوب منهم ولا يعيروهم ولا يذكروهم بماضيهم وأن يتيحوا لهم فرصة لأن يعيشوا معيشة كريمة في ظل الإسلام وفعلا جاء الكثير وبعض التجمعات لهذه الغجر انتهت نهائيا كلها تحولت إلى الهداية من خلال جنابك الكريم الكلام التي تفضلت أدعو المتخصصين في الجوانب اللسانية واللغوية أن يركزوا على هذا الخطاب وعلى هذه الإشارة المهمة التي ألمحت جنابك الموقر إليها بين خطبتين خطبة توجه للسلطة الجائرة وخطبة لها تكسر أفق التوقف وتأتي للغجر في خطاب يحتمل البنيتين السطحية والعميقة السطحية ربما هؤلاء الغجر المعروفون لدى الجميع والبنية العميقة ربما تكون في هؤلاء الموالون للسلطة مما يرتكبون الفاحشة فهي دعوة وتنديد وتنكيل بهذه الدعوة ممكن أن تكون هكذا قراءات ودراسات أكاديمية تأخذنا وفق آيزر وياوس في نظريات التلقي والتأويل إلى أبعاد كان طرق أفكارها السيد الشهيد وأعود لجنابك أيضا من هذا الباب في محور لاحق لو سمحت سمحت الدكتور إلى المقدمات العلمية والأكاديمية والعصر اللي عاش في بداية حياته سيد الشهيد الذي لاحظ فيه ظلم السلطة وكيف كانت المجابهة عنيفة وقاسية شيخ مجد بالعودة إلى جنابك والتناص والاقتداء بين السيد الشهيد وخط نبوات والأئمة هذا الخط الذي كان يعيد قراءة سيد الشهيد بطريقة واقعية وتطبيقية عزاق الله بك هذا التشابه اللي موجود بين السيد الشهيد الصدر ضوان الله تعالى عليه وبين أجداده إن كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه Program سلام الله عليه يعني إذا جئنا على قضية أنه أوجه التشابه التشابه الأفواس بين السيد الشهيد الصدر وعلى سبيل المثال على الإمام الصادق سلام الله لصاحب هذه المدرسة الكبيرة المدرسة العلمية والفكرية التي قادها الإمام السادق سلام الله وكذلك جاء بها أيضا السيدة الشهيدة صدر رضوان الله تعالى عليه يعني انا جئنا على اوجه التشابه نشوف سبحان الله انه ولادة السيدة الشهيدة صدر رضوان الله تعالى عليه في 17 ربيع وكذلك ولادة الامام الصادق سلام الله عليه ايضا كانت في 17 ربيع وكذلك هي ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه القصة طويلة كيف انه ولد هذا السيد العظيم ومن اوجه التشابه يعني التشابه العفو شفناها انه تعرف انه بداية ظهور سنقول الإمام الصادق سلام الله عليه في هذه ثورة الفكرية والمعرفية عندما نجد أنه في نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية فتعرف أنه هذا النظام السياسي يكون نظام هش بعده ونظام يعني يريد حتى يبني مقاومات دولته فكانت هذه حقيقة فترة ذهبية للإمامين الباقر سلام الله عليه والإمام الصادق سلام الله عليه ولكن كان سنقول الكأس المعلن الإمام الصادق سلام الله عليه في هذه الفترة فاستطاع أن يبني هذه الجامعة العريقة اللي بناها في جامعة الكوفة وحتى ورد على أنه يقال أنه جاء أحدهم إلى يقول بعد عشرين سنة من بعد وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه وكلهم يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق يعني هذه تسعمائة متثمئة طالب بسيطة يعني هذه تسعمائة عالم يعني بإضافة لهم قبل يقول كان أربعة آلاف عالم موجود في هذه فحتى فترة أنه سيد الشهيد الصدر عندما جاء وفتح المدارس العلمية تدري إحنا يعني عندما دخلنا إلى المدارس العلمية في النجف يعني في فترة أنه خنقول بداية فتح هذه المدارس بعد استشهاد السيد الشهيد الأول السيد محمد باقر الصدر لأنه أكثر علوم أكثر طلبة العلوم الدينية إنه منهم من هجر ومنهم من أعتقل ومنهم من أعدم فبقيت هذا يعني يعني أنا أرويخي شفت حادثة إنه دخلنا إلى بعض المدارس لقينا يعني أغراض الطلبة على وضحها يعني هذا آيف جلتة وهذا حتى اللي جايب مثلا طعام باقي يعني أخذوهم من المدارس وقدم أخذوهم من الشارع وقدم يعني هذا فباقي إنه هذه المدارس بقت إنه يعلوها التراب ويغطيها الغبار فبقت هذه المدارس فعندما جاء السيد الشهيد الصدر الله تعالى استطاع أن يفتح هذه المدارس وإنه استطاع أن يجلب طلبة العلوم الدينية من كافة محافظات العراق وكان طبعا القبول في هذا طبعا كان وفق مقاومات وفق شروط اشترطها السيد الشهيد الصدر ولكن أراد أن يسعى جاهدا لبناء هذه المدارس حوزت أهل بي سلام الله عليك يعني كان دقيقا في تفاصيل التفاصيل إنه ضرورة لبس الملابس الدينية عدم الأكل في الشراب والطعام في الشارع كأنه كل هذه مظاهر سيميائية يخاطب ويواجه بها ويقارع الظلم والعدوار يعني تتلاحظ أنه كان من الصعب أو من النادر أن تجد رجلا معمما يسير في الشارع أو في المحلة أو في المنطقة أو في القرية ولكن السيد حتى أمر بعض طلبة العلم أنه ينزلون بزيهم الحوزوي إلى مناطقهم فأنت شوف يعني المجتمع العلاقي بدأ يشوف العمامة تمشي في الشارع وخاصة من فئة الشباب استطاع أن يبعث هؤلاء الرسل الذين نستطيع أن نسميهم من طلبة العلم فأستطاعوا أن يدخلوا إلى كل قرية أنا هذه اللحظة التاريخية تهمني عشيت حضرتك وعشناها بفضل الله أنا نذكر في بغداد يعني في الكاظمية المقدسة أو في براثة حينما كنا نشاهد شرط الأمن بعصاته تلك الكهربائية هذا الفاحش السيء يقف على باب الجامع في الكاظمية أو في الأطيفية أو في أي مكان آخر وهذا الشاب الوكيل سيد الشهيد يصدح بأن أرغب إليك في دولة فهذا الشعار الكبير الذي يخيف ولا يخاف يعني كيف رب السيد الشهيد وما زال هذا الشعار مخيفا للطغيان بكل تمثلاتها أود أن أرجع لهذه التربية وبس هذا يعني دائما الفرد يلوذ بالجماعة أحسن ولكن السيد قلب هذه الموازنة بحيث أصبحت الجماعة تلوذ أحسن هذه اللحظة لحظة مفصدية وتاريخية أستاذ رائد بالعودة إلى جنابك الواقع التاريخي المدرسة التاريخية كذلك هم ندخل إلى جنابك في هذا الوقت قرأنا الوقت الحقبة الثمانينية حتى حينما نأتي في النقد وندرس البعد الأدبي نقول بالغموض والإبهام الناس غير قادر على التعبير فتلوذ إلى الترميز وعدم القدر على التعبير فإذا مثل ما تفضل الآن سمحت الشيخ وسمحت السيد الدكتور يوعز السيد الشهيد أنه سيروا ببلابسكم الدينية قولوا أدعيتكم التي تخيف الظالمة والطاغية لك الكلام بارك الله بك والحقيقة تكملة لكلام سماحة الشيخ كان نادر أن نشوف مثلا من قرأة العبارة أو البصرة أو الكوت رجل معمم فتح الحوزة على مصراعي هذا يعني شوف أبناء العشائر الجنوبية كلهم يعني يتسابقون من أجل الحصول على مكان في الحوزة يمكن أدرى مني سماحة الشيخ بذلك نعم الحقيقة كانت هي مثل ما قلت لك نهضة ولها أبعات تاريخية حضارية لغوية لكن دعني أكمل ما انتهيت به بالمحور الأول وهو لماذا الشعب العراقي كان ينتظر الحل من الخارج وهذا أحدى مظاهر اليأس طبعا أحبار الله أعلى درجات اليأس اللي السيد عالجه أولا الشعب العراقي انت لو شوف ينفرد العراق أنه البلد الوحيد خلال مئة سنة شهد ثلاث احتلالات طبعا موجود بالتاريخ يعني الاحتلال البريطاني جاء على العثماني جاء على أنقاضي الاحتلال البريطاني الحقبة البريطانية اللي استغرقت ثلاثة وثمانين سنة بحقبتيها الملكية والجمهورية جاءت على أنقاضها الاحتلال الأمريكي ولذلك السيد شوف أكو نقطة مهمة جدا السيد ترى ما كان يهتم لصدام حسين رئيس السلطة كند له أبدا أبدا أولا ذكاء منه لأنه هو يعرف شخصية مستبدة قمعية قاتلة وثالثا صدام حسين ليس قضيته قضيته الغرب والاستشراق والتبشير سماحة السيد الصدر كلا كلا أمريكا ليس احتباطا ليس شعار جعله تالثا في الشعارات ليس اهزوجة طبعا وكلا كلا إسرائيل ليس اهزوجة وحتى مصطلح الثالوث المشؤوم شوف دكتور الثالوث المشؤوم خاص به الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بريطانيا جن فرنسا موم دولة محتلة ولها أطماع حتى سايكسبيوكا كانت الموصل من حصة فرنسا لكنه المصالح الاقتصادية والمصالح الحضارية أو القضية الحضارية جعلت بريطانيا تأخذ الموصل ليش خاص ثلاثا لماذا الكنيسة البروتستانتية مارتين لوثر عندما أسس المذهب البروتستانتي واللي هي بروتست يعني الاحتجاج على صكوك الغفران الكاثوليكية نعم الكاثوليكية جاء وجعل التوراة في مقدمة الإنجيل والكتاب المقدس للبروتستانت إذن هناك رابط ديني بين الولايات المتحدة البروتستانتية وبريطانيا البروتستانتية وإسرائيل التوراة مارتين لوثر جعلك توراة أحسنت هذا البعد التاريخي بعد مهم بعد فلسفي مهم في لحظة استذكار لهذه الشهادة الكبيرة هذه العلامات كان بالظاهر الإعلامي يروج لها نظام الطاغية أن يأخذها السيد الشهيد وعيد غسلها وصياغتها في طريقة كأنه عرفان تخلية وتنقية وتحلية ويقول إنها موشومة ولكن ليست بالطريقة التي يعرضها بها الطاغية هي موشومة بطريقتي أود أن أذهب يعني أي محرر الآن أي ثائر حينما يسمع الضد يقول شعارات يحاول أن يأخذ شعارات أخرى إلا السيد الشهيد ذهب مع الحق منقيا ومصفيا وقائلا القولة التي لا تخاف في الله خوفت لا أود أرجع لك بهذا المكور نقل تاريخ الإسلامي أحسنت هو هذه المدرسة التاريخ رأت التاريخية وكيفية طرحها أحسنت هذا هو المحور اللحق مع جنابك سمحت الدكتور بالعودة إلى جنابك الموقر والمقدمات العلمية في عصر عاشه في شبابه وطفولته وفتوته السيد الشهيد متتلمذا على يد أساتذة جلاء وكبار ونهل المعرفة والعلم منهم ورأى ما تعرضوا له من تصفية جسدية وتضييق اجتماعي كبير وتشريد للواقع كيف تقرأ هذه اللحظات التاريخية المهمة التي ربما يهرب إزاءها أي معاصر لها إلا سيد الشهيد جابها وقاوة نعم في الحقيقة السيد الشهين قدس الله نفسه الزكية كانت ولادته ونشأته في بيئة النجف في ربما يصح أن أقول في أزهى عصورها من الناحية العلمية ومن الناحية الأدبية كانت النجف في يعني الخمسينيات وما بعدها إلى السبعينيات كانت مليئة بالمجتهدين مليئة بالمحققين كانت مدارسها عامرة كانت الحركة الأدبية الشعرية في أوج نهضتها منتديات النشر الشعراء مجالس الشعراء يعني كانت بيئة علمية أدبية فقهية جامعة موسوعية بيئة النجف في هذه البيئة نشأ السيد محمد الصدر طبعا كان هناك توجه لدى مجموعة من علماء الحوزة العلمية إلى محاكاة المنهج الأكاديمي في الدراسات الدينية وأول من فعل ذلك الشيخ محمد رضا المظفر قدس الله نفسه اللي هو أستاذ السيد الشهيد الذي أسس كلية الفقه وأصبحت هذه الكلية تدرس العلوم الدينية التي تدرس في الحوزة المقدمات والسطوح والبحث الخارج على شكل محاضرات أكاديمية فهذا السيد الشهيد يعني بذور العمل الإصلاحي يعيشها يعيشها ويتأثر بهذا المحيط درس السيد الشهيد في هذه الكلية واطلع على العلوم الحديثة والسيد الشهيد كان نهما في طلب العلم وهذا ما تشهد له مؤلفاته وآثاره بعد كلية الفقه السيد الشهيد تتلبذ على يد السيد محمد باقر الصدر في الدراسات العليا والسيد الخوي أيضا وهؤلاء العلمان كانوا من أهم علماء الحوزة العلمية على مستوى الدراسات العليا في الفقه والأصول وأيضا بالخصوص يعني في الأجواء العلمية للسيد محمد باقر الصدر هو عاش الفكر الإصلاحي الاجتماعي الذي تبناه السيد محمد باقر الصدر الذي خرج من شرنقة العلوم القديمة الذي كتب اقتصادنا كتب فلسفتنا كتب الأسس المنطقية للاستقراء وكانت هذه الكتب عبارة عن نظريات علمية ضخمة تتحدى الفكر الأوروبي الحديث وليست نظريات تتبع أو تنبع من العلوم القديمة من الفقه والأصول وعلم الكلام وإلى آخره السيد الشهيد هذه الأجواء العلمية المتفتقة والمتطورة كان يعيشها بذاته وكان إضافة إلى ذلك أنه اتجه اتجاها أخلاقيا يعني السيد محمد الصدر في تكوينه الشخصي كان هناك عاملان أساسيان العامل الأول هو التكوين العلمي والعامل الثاني هو التكوين الأخلاقي الذي يهذب النفس ويزكيها المسلك العرفاني كما يسميه أهل الفن في هذين المسلكين تكونت شخصية محمد الصدر علوم الظاهر وعلوم الباطن تأسست هذه الشخصية على هذين الحقلين المعرفيين المهمين الذين بدونهما يكون المصلح يمشي برجل واحد المصلح أي مصلح في أي مجال إذا كان متكئا فقط على ما يفهمه من الظاهر فهو يمشي برجل واحد أو كان متكئا على ما يفهمه فقط من الباطن يمشي برجل واحد السيد الشهيد كان مشيه متوازنا لأنه قبض قبضا علميا محكما على الظاهر على علوم الظاهر وقبض على علوم الباطن قبضا على علوم الباطن قبضا محكما وسار بهذين الاتجاهين قلبا وبدنا هذا التكوين العلمي للسيد الشهيد الذي نراه في آثاره في مؤلفاته يعني الآن عندما نأتي إلى الكتب التي ألفها السيد الشهيد أولا نلحظ أن السيد الشهيد كان ينقى بعيدا عن التكرار لا يكرر الموضوعات التي درست السيد الشهيد كان لا يحرث في أرض محروثة كما يقولون وإنما دائما يسعى إلى كتابة شيء جديد دائما يسعى إلى فتح باب جديد من العلوم ولذلك إذا لاحظنا كتبه لا تجد عنوانا مكررا وإذا كان العنوان فيه تكرار فالمضمون ليس فيه تكرار من بدايته في موسوعة الإمام المهدي سلام الله عليه التي ألفها وهو في بداية العشرينات من عمره في بداية نضوجه العلمي ولكنه كتب كما لو كان فيلسوفا قد تراكمت خبرته الفلسفية لعقود من الزمان عندما تحدث عن نظرية التخطيط الإلهي وتفسير الوجود البشري وهذه النظرية اللاهوتية التي يقول بعض الباحثين أنه لم يتطرق إليها إسلاميا إلا السيد محمد الصدر ولاهوتيا تطرق لها أغسطين في الغرب إضافة إلى النظريات المادية الحديثة المهم أن السيد الشهيد لا يكرر أراد أن يكتب في الفقه فكتب ما وراء الفقه لم يكرر ما ذكره العلماء وإنما جاء بموضوعات تتصل بالفقه اتصالا وثيقا واتصالا غير مباشر وتوسع فيها لما أراد أن يتناول القرآن الكريم ماذا يفعل هل يكرر ما عمله صاحب الميزان هل يكرر ما عمله أبو الثناء الآلوسي في روح المعاني هل يكرر ما فعله الطبري وغيره لا يكرر مع العلم أكو مفسرين الآن يكررون ما فعله الأقدمون السيد محمد الصدر أبا أن يكرر أولا خالفهم في بداية التفسير ابتدأ من نهاية القرآن الكريم وربما هذه إشارة إلى عملية التغيير التي يقوم بها الساد رائد السوداني الله يحفظه أشار إلى أنه السيد مخطط وفعلا السيد الشهيد عمله كله يخضع إلى تخطيط عجيب غريب هذه الفكرة بعض الجلاس اللي يمه من ضمنهم هذا الشيخ الله يحفظه يقلهم أنا كان عمر 13 سنة وأتساءل لماذا الشيعة لا تصلي صلاة الجمعة عقله تخطيطي عقله متحرك مستشرف للزمان نهم في العلم هذه الفكرة بما أنه حدثني للستينيات والسبعينيات ومعاصرة سيد الشهيد قدس سره رضو الله تعالى عليه في قضية الماركسية والحركات المتجددة في النجف الأشرف والحالة التطويرية والتطورية كانت هناك فكرة في الساحة الثقافية العربية والإسلامية العراقية فكرة الأصالة والمعاصرة يسموها بمعنى هل نعود إلى الأصيل ونسترجع ذلك الأصيل بقيمه كلها بدون تجديد وفريق آخر كان يقابلهم من التجاه الماركسي أو غيرها يقولون بالمعاصرة بالقطيعة مع تلك الأصالة السيد الشهيد يأخذ الوسط والفصل يأخذ الاتصال بالأصيل الذي يطور الشيء المعاصر هذه النقطة التي نبهتني الآن جنابك إلها أود أن تعمقها لو سمحت أنه الأخذ من القيم الأصيلة القيم الإيمانية يعني وعدم الاعتماد على ضفة دون الضفة الأخرى كان يقوم على أساس الركنين أعود لجنابك في هذه الجزئة سمحت الدكتور وأنتقل إلى سماحة الشيخ الشامي أخذ سماحة السيد إلى قضية البدايات المعرفية والعلمية وتتلمذه على يد الأساتذة الجلاء من الفقهاء الكبار لأسيما الشهيد السيد السعيد محمد باكر الصدر وحتى في الموسوعة والآن يتكلم كان سماح السيد عن الموسوعة الذكر مقدمتها أكثر من أربعين صفحة يقدمها السيد محمد باكر لشاب يتتلمد لديه لم يتجاوز العشرين من العمر ما يشير إلى أهمية المعلومات ومرجع كبير بذلك الوزن يشير بهذا الشباب وبهذه الروح العلمية الكبيرة طبعا لا نغفل أنه تأثر السيد الشهيد محمد الصدر بأستاذه السيد محمد باكر الصدر وعن الله تعالى عليه ولذلك أنه من جملة الأسئلة التي سؤل بها سماحة السيد مهتد الصدر على أنه هل كان يذكر السيد محمد باكر الصدر في بحوثه يعني بعد صدام والرجل هذا كان معدوما ومناوئا للسلطة بحسب هذه فكان السيد دعما عندما يذكر يقول سيدنا الأستاذ وهو يقصد به السيد محمد باكر الصدر وكذلك هذه الإشارة كانت لأستاذه وكما أشرت في هذه القضية أنه عندما كتب السيد الشهيد الصدر وعن الله تعالى وأشار إليها سماحة السيد الحسيني في قضية الموسوعة التي كتبها وهو في عمر العشرين سنة تقريبا هذا العمر هذا فكتب أنه هذه المقدمة في بحث حول الإمام المهدي كتبها هذه المقدمة السيد محمد باكر الصدر وهي مقدمة لهذه الموسوعة كما كتب قال أنه لم أرى موسوعة أنه كتبت في التصنيف الشيعي مثل هذه لم تكتب يعني موسوعة بهذا الجهد وما موجودة حتى في التصنيف الشيعي قضية أنه موسوعة الإمام المهدي عدد الله فرجع الشيء أشير إلى قضية أنه ربما مثل ما أشار السيد على أنه السيد ما كان عنده تجديد وإعادة للمفردات أو للكتب أو حتى للعناوين يعني نقول لك حادثة أنه تعرف أنه قضية أنه الجدر في الماركسية وهذه شغلت الناس من الخمسينات أو الأربعينات قبل ذلك يعني بعد أنه ثورة بلشيفية التي حارت في 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 التحاد السوفيتي فالناس توجه أنه حتى قضية الماركسية دخلت حتى إلى قرى الجنوب في الناصرية وفي العمارة فلاتك من يواجه هذا المد يعني قضية ليس كانت بالقتل أو بالشسب أو بالتخويف فما ما ما برز إلى هذه إلا السيد محمد باقر الصدر ونضع عليه وحتى قيل على أن السيد محمد باقر الصدر وكأن درس الماركسية وتعلمها من ماركس يعني كذا نضع ومن لين يعني تعلم هذا يعني ما نقول لو دخل في أغوار هذه النظرية وبهذا الماركسية التي دخلت إلى هذا العالم بشكل عام ينقل أحد المستشرقين جاء إلى يعني جاء في العراق وإيران يبحث عن كما يقول هل من كتب عن الماركسية وخاض في غمارها في كتاب فلسفتنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر غير السيد محمد باقر الصدر أو يقول كان هذا في هذا اللقام وهذه سنقول هذه الجلسة عند المرحوم سيد محمود الهاشم الشهرودي فيقول واحد قال نعم كتب السيد محمد الصدر عن الماركسية قال كتب في اليوم الموعود المضمن هذه موسوعة الإمام المهدي يعني يصور أنه من أقرأ أنا أجي موسوعة الإمام المهدي ويطيني كتاب اليوم الموعود أقول هذا عن إمام المهدي وينيطلع وينيخرج وإذا يقول أخذ هذا الكتاب هذا الرجل المستشرك وبدأ يقلب في صفحاته وإذا وجد أنه كتب في الماركسية ما لم يكتبه السيد محمد باقر الصدر حتى ذهب إلى المصادر التي كتبها السيد محمد باقر الصدر في فلسفتنا وجد حتى المصادر تختلف عن المصادر التي ذكرها السيد بصورة معمقة بحيث أنه أنا ذهلت عندما وجدت هذا الكتاب فكان السيد محمد الصدر كتب في الماركسية وكتب في علم الناس وكتب في علم الاجتماع ناقش هؤلاء يعني لما يناقص مثلا جان جاك روسو في كتابه وكذلك يناقص جون لوك في كتابه جان جاك روسو كتب العقل الاجتماع وجون لوك كتب فلما نشوف نما يناقش هكذا علماء ويخاطب كل علماء يعني أنا مثلا مرة سألته رضوان الله تعالى عن علم البراسيكولوجي فبدأ يعدد لأنه حتى اسماء العلماء الذين كتبوا في هذا المجال كتب مثلا العالم الفرنسي هو ميشيل دوسنر أو حتى العالم الألماني سمع يحضر اسمه وذكر يتكلم عن علم البراسيكولوجي وكأن هذا الرجل بينما عندك تتسأل عند أي وحد عن البراسيكولوجي لا يعرف عن علم البراسيكولوجي على مستوى علماء وعلى مستوى مراجع لا يعرفون قضاء فلذلك كما يعبر اليوم أنه أخذ من كل قدر مغرفة تجد أنه في علم الفلك علم الطب الذي ربما في قضية أنه علم الفضاء لم يسبقه لا قبل ولا بعد أنه تكلم على قضية أنه فقه الفضاء مثل مع السيد الشهيد صدر الله عليه يعني أنا أشير على قضية جدا مهمة كثير من العلماء هس لما في التاريخ الطلب يكتبون مثلا كتاب ويعضعون الكاتب مثلا أستاذهم على هذا إلا السيد محمد صدر كتب كل كلمة من كتبه ومؤلفاته كلها كتوا بيده وبخط يده وهذه الميزة الكبيرة التي تمتع بها سيد الشهيد وهذا هو النهج العلماء الكبار الأجلاء إنهم يبحرون في المعرفة حتى لا نستطيع أن نجد شاطئ أن نقف عنده فأين ما سرنا نجد البحر شاسع الأطراف أنا أشكرك شيف ماجد أنا أخذتني إلى هذا البعد أستاذ إعادة قراءة التاريخ هكذا تقول إن السيد الشهيد قام بإعادة قراءة التاريخ قراءة جديدة ما الذي تعني في القراءة جديدة قبل الخوض في هذا الحليث دكتور أود أن تسمح لي بكم دقيقة ألو الصدر أسسوا لمقاومة واعية أو الوعي المقاوم بدء من سماحة السيد موسى الصدر سيد موسى الصدر لما ذهب إلى لبنان وجد الحال اللبناني خصوصا الشيعي بائس جدا يعني لا مدارس لمعاهد تضم الضلاب الأنات الشيعيات محرومات من التعليم فبدأ ب استنهاض الهمم أسس المدارس الصناعيين أسس المراكز الخياطة ومن ثم أسس منظمة أمل البحرومين التي هي منظمة مقاومة وبعدين صارت أمل هذه المنظمة تعرضت إلى شتى أنواع الاعتداءات كصوصا من قبل الفلسطينيين والتي هي أسست لمعاونة الفلسطينيين لكن ماذا قال السيد لهم قال السيد السلاح الفلسطيني شرف ولا يمكن لكم أن تجابه دعوهم يعملوا ما يحصل هذا خطأ للصدر هذا خطأ للصدر السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه ماذا قال لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا بأمر الحوزة لماذا لأنه يعرف أنه الناس يعني متحفزة ولا يريد هو أن تحجس مثلا حرب أهلية لأنه عدو ومثل ما قلت لك ليس الداخل ليس الحاكم الداخلي حاكم الداخلي أدات لكن العدو منه الذي نصب هذه الأدات نعم هو هذا تنقية التاريخ لما يسأل من قتل الإمام الحسين ماذا قال أرجعنا إلى سرجون أرجعنا إلى إنه الدولة الأموية هي عميلة للدولة البيزنطية والدولة العباسية هي عميلة للأتراك والدولة العثمانية هي عميلة للألمان حتى الفتوحات قراءها بنظرة ثانية لا توجد فتوحات حقيقية لا توجد فتوحات حقيقية وإنما ظاهرية لأنها لم تذهب إلى المدن الرئيسة إذن ماذا هذا جند يعني يجبرون على الالتحاق بالجيوش إنه باتفاق مع الدول الكبرى حتى حتى يقال أن هذا النظام أو هذه السلطة هي ضد البيزنطة وبالتالي هو إلهاء للشعب أيضا فقراءة تأريخية حديثة بأي طريقة بطريقة الطرح المباشر للجمهور لو تلاحظ حضرتك والشيخ أدرى مني بذلك وسماحة السيد إن الخطب التي خطبها السيد ألقاها السيد في خطب الجمعة قصوصا التأريخية كانت عبارة عن أعتبرها فتوح في التاريخ محاضرات تأريخية يعني تستطيع أن تستخرج من كل خطبة بحثين أو أكثر تشير لسيد المخرج إلى وجود فاصل يعني آسف عن المقاطعة نذهب مشاهدي الكارم إلى فاصل ونحن مستمرون في هذه التغطية إن شاء الله أهلا ومرحبا بكم جديد مشاهدي الكارم الشهيد الصدر قدس سره ومقارعة ظلم لا قول نستطيع أن نستذكره أكبر من قول المعصوم سيد الشهداء الحسين عليه السلام وإن الدعية ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين ذلة والسلة وهيهات من الذلة وما العلامات السيميائية في الملابس لباس الكفن الذي كان يرتديه السيد شهيد قدس سره إلا استجابة طبيعية لتلك المقولة الحسينية بأننا بالموت تخوفني أنه لا يخاف الموت الدعوة والكرامة هي الأولى بالاتباع وتهيئة المتبعين لها أعود لجنابك المقر أستاذ رائد في دقيقتين قلت لي أنك تريد أن تتكلم عن العصف الذهني تفضل نعم دكتور سماحة السيد استخدم أسلوب الصدمات وأسلوب العصف الذهني طبعا هو كما يعرف الجميع أنه ابن الحوزة ويحتاج إلى جانب شرعي في سبيل أن يقلده الناس في سبيل أن يتبعه الناس تعرف مراجعك كثر موجودين وكان في وقتها يعني فهو طرح أنه أنا الأعلم ثم أنا أعلم الأحياء والأموات هذا يحتاج إلى جرأة شديدة هذا جعلت يعني أحدثت عصفا ذهنيا لدى الناس وصدمة شنو أعلم الأحياء والأموات إذن أكو مشروع يراد منه طرحه من خلال هذا العصف الذهني وهناك خطوات خطاها سماحته يعني خلافا لصلاة الجمعة طبعا هذا حدث مفصلي أرجو أن يحدثنا فيه سماحة الشيخ لأنه أحدث انتقالة اجتماعية وسياسية للمجتمع الشيعي من خطوات السيد اللي أحدثت صدمة وعصفا ذهنيا لدى الناس كان في وقتها لا يسمح برفع أي صورة إلا صورة رئيس السلطة وحتى أتذكر في الواحد وتسعين بعد آصفة الصحراء خرجت صحيفة القادسية وفيها صورة وزير الدفاع بن عم رئيس السلطة عقب رئيس التحرير لأنه قد وضع صورة وزير الدفاع في الصفحة الأولى سماحة السيد ماذا فعل نظم معرضا وتذكره في مدرسة البغدادي ووضع صورته في يعني في مقدمة المدرسة وكتب برعاية سماحة السيد ولي أمر المسلمين يقام معرض هذا قمة التحدي والمجابعة وقمة التحييط هاي رح أرجع لها هاي النقطة شتون ممكن أن نقرأها كراءة نقدية ثقافية تاريخية مع حضرتك أستاذ الرائد وانتقل إلى النجف الأشرف إلى سماحة السيد الدكتور الحسيني سيدنا الحبيب الأصالة والمعاصرة فكرة كانت شائعة في الستينيات والسبعينيات عند الماركسيين وعند مناوئهم السيد الشهيد طور هذه الفكرة لم يقول بالأصالة التي تنقطع عن الحاضر المعاصر ولم يقول بالمعاصرة التي تؤمن بالقطيع مع الماضي ووازن بين الكفتين كيف تقرأ هذا الأمر في الحقيقة الأصالة والمعاصرة يعني هي في ذلك الزمان هي انطلقت كشعار أكثر مما كانت فكرة حقيقية يراد لها أن تطبق يعني الاتجاهات الإلحادية التي تبنت المصطلح الأصالة والمعاصرة مثل المعسكر الاشتراكي أو المعسكر الرئيس مالي هم متبنين لهذا المصطلح ولكن واقعا هم بعيدون عنه لأنهم كانوا لديهم حروب مقدسة وكان لديهم شهداء وكانت لهم شعائر مقدسة يحتفلون بقيامة الثورة البلشفية يحتفلون باليوم الوطني هذه كلها الاحتفالات والشعائر هي ذات جذور دينية وليست جذور مادية فمسألة الأصالة والمعاصرة كانت بروباقندة أكثر مما كانت فكرة عملية كانت عملية ترويج لأغراض سياسية تتعلق بالنفوذ وتتعلق بالسلطة هذا أمر جانبي في الحوزة العلمية السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية حسب ما أفهمه وما أقرأه أن الأصالة والمعاصرة ثنائية جدلية يرتبط أحدها بالآخر ارتباطا وثيقا لا يمكن الفصل بين قضية الأصالة والمعاصرة حتى علماء الاجتماع الآن الحديثين الحديثين يقولون أن الإنسان هو ابن تأريخه لا يمكن أن يتخلى الإنسان عن تأريخه الماضي على حساب حاضره لا يمكن الإنسان مرتبط في وحدة زمانية متصلة تراكم جينات وراثية تحمل كل تاريخه النسبي والسببي والبيئي كلها مؤثرات موجودة الإنسان لا يمكن أن يتخلى بسهولة عن ماضيه ويحدث القطيع التامة التي يدعو إليها الأصحاب الأصالة والمعاصرة هذا مستحيل ولذلك قلت أن لديهم حروب مقدسة وشعائر مقدسة أما الأصالة والمعاصرة فهما مرتبطان الشيء لا بد لا بد أن يكون أصيلا ثم يعصرا بعد تقادم الأيام بعد تقادم السنين لا بد أن يكتسب ثوبا عصريا لأنه لما كان الطبيعة العالم هي التغير فبقاء الأشياء على حالها وأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان هذا مما يخالف طبيعة الوجود البشري طبيعة العالم العالم متغير لا بد إذن أن يحصل توازن ما بين ما هو أصيل التراث وما بين ما هو معاصر لا بد أن هذا التراث ينقد بروح عصرية ينقد لا لأجل أن يلغى وإنما لأجل أن تفجر طاقته يعني الآن مثلا لو شاعر ينشر على صفحة فيسبوك قصيدة شعرية قصيدة ينظمها يتعب قريحته فيها وينشرها للقراء هذه القصيدة إذا حصلت على تعليقات بالآلاف كلها أحسنت وطيب الله أنفاسك وصح لسانك هذا تدمير للقصيدة ظلم للفكرة لكنه إذا تعلق ناقد وبين مواضع القوة في القصيدة وبين مواضع الضعف في القصيدة ونبه الشاعر على أن يتجاوز هذا إكرام للنص وإعلاء من شأن النص كذلك التراث إذا بقي جامدا ونقدسه تقديسا مطلقا من دون نخد من دون تفكيك من دون تحليل في الحقيقة نحن نظلم هذا التراث كما ظلمنا قصيدة الشاعر كما ظلمنا الفكرة الفكرة حتى تكرم وحتى يعلى من شأنها لا بد أن تنقد تنقد وليس تسب وليس تلغى وليس تشتم تنقد تستخرج عناصرها الخلاقة التي تفتح لنا مغالق الفكر السيد الشهيد كان يتعامل مع علوم الحوزة ومع العلوم الحديثة بهذا وربما دراسته في كلية الفقه التي أتاحت للسيد الشهيد أن يدرس علم الاجتماع الحديث أن يدرس علم التاريخ الحديث أن يدرس علم النفس الحديث أن يدرس لغة أجنبية اللي هي اللغة الإنجليزية وشيء ربما من الفرنسية هذه تفتح آفاق أمام دارسها وأمام المطلع السيد الشهيد حاول أن يوظف هذه العلوم الجديدة في خدمة العلوم القديمة ويوظفها في خدمة إنما يستخرج طاقاتها فيما وراء الفقه السيد الشهيد من الواضح أنه اعتمد على مصادر كثيرة في العلوم الطبيعية يعني واحد من مصادره كتاب الفيزياء للثالث المتوسط الذي كنا ندرسه في نهاية الثمانينيات عسسن سمحت دكتور هذا السؤال كان يدعو ويطبق عمليا تحديث المناهج التراثية عسسن هذا السؤال كان مدخلا لسؤال أود أن وجهه لجنابك دكتور أخذ أخذ إجابته في المحور اللاحق من حضرتك دكتور هو سبب بقاء وديمومة السيد الشهيد لجيل جديد يعني هو لم يبقى متبعوه ومحبوه على الجيل الذي عاصره وأيده وأثر فيه السيد بل سبب بقاء تأثير السيد الشهيد في أجيال جديدة ولدت بعد استشهاده يعني كيف تقرأ هذا الأمر في معاصرة للطرح الصدر الذي مثله السيد الشهيد محمد الصدر هذا ما أعود فيه لجنابك الموقر شيخ ماجد يقول الشهيد الصدر قدس سره في قتل شفوة لمن هذه الشفوة لأمريكا هكذا يوجه بشكل صريح لأولئك الذين ينصبون العداء للدين الإسلامي هذه التنبؤات هذه القراءة الواعية شو ممكن أن نقراها وأن نحللها في سياقها محصورا في زمانها أم أنه لا هي قراءة استباقية لواقع حقيقي يعني كما أشار استاذ رائد في حديثه يعني عدة مرات أشار إلى قضية على أنه كان السيد الشهيد وصير دائما يتحدث مع الخارج يعني ناهيك عن الداع البيئة يعتبر يعتبر أنه الداخل هذا أدواتهم بيد الغرب كما أشار أنه في قضية أنه قتل الإمام الحسين سلام الله عليه عندما يقول أنه قتله قتله مثلا عمر بن سعد أو شمر بن الجوشن أو قتله يزين ولكن القاتل الحقيقة هو بإشارة أو بتوجيه من قبل سرجون وسرجون هو مرتبط منه بالدولة البيزانتية فكذلك أنه سيد الشهيدة صدر كان يرى بأن هؤلاء كما أنا قلت لك بيها في قضية أن هؤلاء جاءوا أنهم من خلال نقول النظام العالمي الذي وضعته أمريكا وضعته بريطانيا قبلها بأن العراق هو باحتبار أنه بقى أنه كما تقسيم ساكيس بيكو فرنسا أخذت لها جزو وبريطانيا أخذت لها جزو وأمريكا هذا البعد الحضاري أو الآن أخذتني إلى يعني حتى بعض كبار السياسيين الغربيين بعد الحرب العالمية الثالية حينما كان يؤطر غرفته لنأذكر بخارطة العالم بدول العالم ويضع على من ردته كتب التاريخ يقول الناس محكومون بالتاريخ والجغرافية هذا البلد ذو حمولة تاريخية وجغرافية كبيرة جدا لذلك تنبه السيد الشهيد إلى قيمة هذه الحمولة ومن يستهدف هذا العالم ولذلك ذكرتني أيضا بموقف لمنستنت شيرشيل الرئيس زراء بريطانيا السابق عندما قال من يمسك العراق من يمسك العراق يمسك بالعالم أجمع فكما أنه السيد كان كأنه يتحدث مع السيد ويترك العبد هؤلاء كان هم عبيد وكان هم أدوات بيد بريطانيا وبيد أمريكا فعندما كان يقول أنه في قتل شفوى وهذا طبعا النظامين اللي هم أعداء أعداء الإسلام يعني هي أمريكا وإسرائيل هل سنقول لما الله سبحانه وتعالى أشار في القرآن الكريم في آية مباركة عندما قال لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع من لتهم يعني أشار إلى قضية هذه أو أنه إسرائيل والتي يعني كانت لما نقول في قتل شفوى لأمريكا وإسرائيل فهذا طبعا إشارة ولكنه أشير إلى أشير إلى كلمة جدا مهمة قالها السيدة الشهيدة صدر وعن الله تعالى عليه سأذهب وضميري مرتاح فهذا الضمير يعني هذه الكلمة ما قالها إلا أثناء اللي قالها أمير المسلامة الله يعني فست وربت كعبة في هذا المكان في المسجد والسيد قال أنه سأذهب وضميري مرتاح فحتى أنه قضية أنه لما نقول أمير المؤمن عندما قتل يقول ما قتله عبد الرحمن بن وجول ذلك أنه السيد يشير إلى هذه القضية أنه اللهم قتلت أمير المؤمن وهذا هو القاتل يقول هو واحد باعتبار عبد الرحمن بن ملجة ولكن السيدة الشهيدة الصدر كان يشير على أنه عندما تكلم هؤلاء مع سادة هؤلاء العبيد بأنها أمريكا وإسرائيل هي المتحكمة في العالم خنقول النظام خنقول اليهودي الصهيوني الذي تحكم في مفاصل العالم وذلك أنه أنا أشير إلى قضية ونحن نعيش في أحداثها الآن في القضية الفلسطينية وما يجري في أحداث غزة ونصر الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا عزيزا وأن يفك عنه هذه الكرب وأشار أنه السيدة الشهيدة صدر في قضية وقبل طبعا السيد موسى صدر كما أشار أنه دكتور أستاذ رائد في هذا الموضوع وكذلك أشار السيد محمد باقر صدر في القضية الفلسطينية ودعمهم في القضية ولكن ما أشار إليه السيدة الشهيدة صدر رضوان الله في قضية القضية في صدر قال لو كان أنه أنا أملك المال والسلاع وأملك الفكر يعني يعني يعطيه للفلسطينيين وذلك كان يشير في نصائه على الفلسطين على أنه أن يتبع والقيادة الحقيقية وكما أشار السيدة الشهيدة صدر في كثير من هذا يعني أنا ينقل لي أحد الأخوة أنه صار مرة قصف على أحد سماعر في غزة أو في تضفة وصار أنه يقول السيد يقول ما دخل إلى الدار بقواقف يعني في صحن الدار يعني بالحوش فقال قال لي أنه من أخو ناسس نعمين بالعراء ونعمين بهذا فكانوا يتحسسون بهذه القضية فأنت لما نشوف أنه إسرائيل عندما يقف السيدة الشهيدة ويقول كلا كلا إسرائيل إذن هذا دق ناقوس الخطر عند إسرائيل عندما يقول كلا كلا أمريكا إذن هذا دق ناقوس عند أمريكا وعندما يقول الثالث المشهول اجتمع أنه الشرق والغرب على قتله رضوان الله تعالى عليه نقول صدام أو كان هذا النظام البعث كان هو أداة لتنفيذ هذا هذا المخص السيدة الشهيدة صدر رضوان الله تعالى عليه كان عالميا بكل معنى الكلمة بمؤلفاته بمواقفه بخطبه بكل إنه كان كلمة يقولها كان هو يعني ما يقول عسد الصراع مع الزمن صراعا كبيرا كان يعاني السيدة الشهيد حتى في الكلام كان هناك فيض من المعلومات يحاول أن يعطيه بسرعة عالية بالكلام حتى يعطي المعلومات الدافق أريد أرجع لك أن هذه الشخصية اللامعة هذه الشخصية الملهمة وهو مثال لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله هذه المعرفة المكتسبة واللدنية التي اجتمعت في هذه الشخصية العظيمة هو محور اللحق مع جنابك في الموقع السيد رأد أن يضع السيد الشهيد صورة أمام مع ربه وحضرتك تعرف هذا السياق وأريد أن ترجعنا لهذا السياق لمن لم يعيش تلك اللحظات طاغية يضع صوره في كل مكان ولا يسمح لغيره بأن يضع صوره وصل به الحد إلى أن يضع حمايات على الصور لأن الناس كانت تخرب الصور كرها وبغضا فيه كيف تقرأ هذا المشهد؟ أقرأه من ناحيتين ناحية يقول للشعب وللأتباع وللشيعة أنه أنا القائد أو الحوزة هي القائد أنه هو رمز للحوزة رمز للشيعة أصبح سماحة السيد دعك عن الخلافات التي حدثت وهذا أمر طبيعي لأنه ليس في ذلك الوقت دكتور المعبئ الملغم ليس كل شخص يفهم حركة السيد أنا ذكرت لك أنه فقط أصحاب الوعي اللي هما تبعوا السيد حتى هما أكثرهم بسطاء أغلبهم مهن بسيطة لكن نشوفهم عدهم رؤية عدهم أحساس بما يجري إنه هذا اللي يجري هو خارج نطاق الزمن استبداد قمع قتل حروب يعني خلال عشر سنوات دخل حربين عبثيتين ويغزو دولتين ويجابه العالم ظاهريا طبعا كما قال السيد حول البلد من دولة رفاهية إلى دولة فقر وحصار نفسه ورئيس السلطة يقول العراق كان يستورد من البصل إلى الصاروخ وإذا بحصار شامل حتى على أقلاب الرصاص وفي ذلك الوقت عندما رفع السيد صورته كقائد السلطة تشعر كانت بضعف شديد وتعرف الآخر رفاسات الثور تكون مميتة وهو يدرك السيد إنه يعني دخل مرحلة الخطر لكنه لا بد من هذا الدخول هو شاف بعيدا لي صار لسيد محمد باقر لأخته لكيف تعامل هذا النظام أتحدث عن فترة أخطر من فترة السيد محمد باقر الصدر فترة السيد محمد باقر الصدر كان النظام يشعر بالقوة كل العالم ظاهرا وباطنا معه لو تقرأ مذكرات الساسة العراقيين والضباط العراقيين اللي دخلوا يعني كانوا قادة في فترة الحرب الثمانينيات ترى إن كل العالم الغربي والشرقي اجتمع على دعم هذه السلطة فكان يشعر بالقوة لكن الذي يشعر بالضعف هو الخطر سماحته تحدى هذا الشيء وحيده التحييد خطوة أخطر وأعمق من التحدي يعني جعله خارج نطاق الصراع الصراع ليس معه وهذا يأتينا إلى البعد الحضاري دكتور أحسنت البعد الحضاري الذي استخدمه السيد هناك استثمره في البعد الحضاري للشعب العراقي بطبيعة الحال لأنه ذكر في إحدى لقاءاته قال أنا أستنهض الوعي والشجاعة وهما موجودان يعني الوعي والشجاعة موجودة لدى الشعب العراق لكن في سبات نتيجة الأحداث التي ذكرناها البعد الحضاري وليام بولك سياسي أمريكي مستشار لدى الإدارات الأمريكية كتب كتاب مهم كيف نفهم العراق وسأل سؤال لماذا العراق لماذا أمريكا غزت العراق ليش مو المكسيك ليش مو فرنسا ليش مو مصر ليش مو الجزائر ما هي دول غنية أيضا ومحاددة يعني تأتي القوات الأمريكية من وراء البحار والمحيطات وتغزو دولة صغيرة اسمها العراق هذا البعد الحضاري دكتور هو أولا وليد يورانت ماذا يقول في كتاب قصة الحضارة في مجلده الأول يقول إذا أردنا أن نصف الحياة عبارة عن مسرح فأن أولى فصوله قد كتبت في وادي الرافد يعني من يخترع العجلة والكتابة فهو اخترع الحياة متمام ف وليام بولش ماذا يقول يقول أن الفرد العراقي هذا الاعتياد الذي يمشي بالشارع هذا محمل بحضارة أو بعمر عمره 13 ألف سنة 13 ألف سنة ساخنون مثل خبز أمهاتنا خرجنا ساخنين حينما يتكلم الحجاج عن الجنوبيين نعم هذا 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 الحجاج الشاعر مع هذه المقالات التي كتبها ذلك الطاغية في تحيد هذا توقع هكذا في محاولة تحيد هذه الشخصية الحضارية وانتقل إلى النجف الأشرف هذا الجيل الجديد الذي لم يعافظ سيد الشهيد ويحبه بهذا الدفق الكبير ويؤيده ويمثل نقطة فارقة في التاريخ الديني والسياسي العراقي كيف تقرأ هذا المشاهد سيدنا نعم دكتور في الحقيقة المجتمع أي مجتمع بشري حتى يكون في حراك وفي نشاط أي نشاط هو يحتاج إلى قدوة يحتاج إلى رمز طبيعة البشر تتأثر بالقدوة والرمز وهذا أمر لا ينكره أحد لا علماء الاجتماع ولا علماء النفس الحاديين كانوا أو مؤمنين القدوة لها دور أساسي ومهم في تحريك العجلة الاجتماعية وفي تنشيط مشاعر المجتمع البشري السيد الشهيد الذي استشهد في سنة 1999 وقبله وقبله مراجع عظام توفه توفاهم الله سبحانه وتعالى ولكن انتهت حياته بالمقدار الذي قدموه بالمقدار الذي أفادوا به المجتمع بعد وفاتهم الأمر أصبح طبيعيا ولكن هناك ميزة يمتاز بها هؤلاء الذين يصنعون الحياة الجديدة هؤلاء الذين يقدموا تضحية عظيمة من أجل المجتمع هؤلاء ليسوا أناسا عادين صناع الحياة ليسوا أناسا عادين هؤلاء عندما يموتون تصبح حياتهم أكثر كما يقول مظفر النواب وأحسب أنك أكثر منا حياتا يخاطب الإمام الحسين عليه السلام وأنت أكثر منا حياتا وأنت تدوس عليك الخيول في اللحظة التي تداس جثة الحسين عليه السلام بالخيول وقد مات وفاضت روحه يقول أنك أكثر حياتا أصبح صناع الحياة يصبحون حياة جديدة أقوى وأكثر تأثيرا الذي يغير الواقع الاجتماعي نحو الأفضل الذي يقدم تضحية الذي يجسد القيم الإسلامية في مجتمع مسلم متدين بطبعه يتحول منذ لحظة سقوطه على الأرض شهيدا إلى رمز رمز يقتدى به رمز يؤتسى به يتحول إلى قدوة وإلى رمز وكما ذكرت الرمز والقدوة قضية مرتبطة بطبيعة البشر الإسلام أشار إليها القرآن الكريم أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وآله قدوة وأسوة حسنة ولكن القضية ليست مرتبطة بالدين العقل البشري بشكل عام الدين مرشد إلى ما يقرره العقل البشري العقل البشري يجعل للقدوة والرمزية دورا السيد الشهيد قدس الله نفسه تحول رمزا انتهى الأمر انتهى السيد الشهيد الآن مو مو مرشع يقود الصدريين لا الآن السيد رمز للأحرار رمز للطامحين إلى حياة الكريمة السيد الشهيد عندما رأى العالم طهرانيته رأى العراقيون طهرانيته زهده في الدنيا استغناؤه عن كل ما سوى الله كان السيد الشهيد في حالة استغناء عجيب حتى عن أنصاره ومؤيده هذا يعني رأيناه بأم أعيننا مستغن تنصره لا تنصره تقلده لا تقلده ليس الأمر سيان عنده السيد الشهيد يقول أنا أعمل بتكليفي أمام الله لا أجامل ولا أتملق لأحد أن يأتيني وينصرني وإنما أعمل بتكليفي والباقي على الله سبحانه وتعالى هكذا شخص عندما يشعر الناس بأنه مستغن عنهم ينجذبون إليه هذه طبيعة البشر طبيعة البشر أما إذا كان هناك شخص هو يحاول أن يجذب الناس إليه لا تحصل حالة نفور السيد الشهيد زهده شجاعته شخصيته النزمية القيادية التي كانت لا تستطيع أي شخصية أخرى أن تواجهه بفكرة بمناقشة بمحاولة التفاف على بعض القرارات التي يقررها ما ممكن كان حاسما وحديا في تعامله وخاصة في قراراته الأساسية التي تتصل بعلاقته بالناس وبالمجتمع هذه الأشياء التي كونت شخصية السيد محمد الصدر بعد استشهاده تحول إلى رمز وهذا الرمز ليس مختصرا على من قلدوه ومن أحبوه ومن رأوه كما أننا الآن أمير المؤمنين رمزنا الحسين الحسن الحسين أمة أهل البيت علماء كبار شهداء لهم رمزية خاصة في فكرنا لكن السيد الشهيد على هذا الخط على خط الرمزية الإسلامية الدينية السيد محمد الصدر قام بإحياء دين الله بإحياء منهج رسول الله صلى الله عليه وعليه فأصبح قدوة لأنه من هذا الخط من رسول الله صلى الله عليه وعليه والناس في العراق مسلمون متدينون بالطبع يميلون إلى القيم الإسلامية التي تتجسد بأعلى درجاتها من خلال مرجع المسلمين فلذلك الأجيال الجديدة من الشباب يعني نتعجب عندما تراهم في مسيرة الشموع في مرقة السيد الشهيد يبكون بكاء الثكلة وهم لم يعاصروا السيد الشهيد أعمار عشرين سنة وعشرين سنة هذا لأن السيد الشهيد تحول إلى رمز تحول إلى قدوة ترك ما يبعث فيه الحياة والتجدد تجدد أن يلتفت إليه المثقفون الباحثون لأن القدوة خطيرة جدا في تأثيرها على فكر الفرد وعلى سلوكه الغرب يصدر لنا قدوات شخصيات رياضية شخصيات سينمائية نحن علينا أن نفهم القدوة وعلينا أن نطبقها على شخصياتنا الإسلامية أحسن أود أن أعود لجنابك في قضية صلاة الجمعة وأثرها وأهميتها في توحيد الصفوف وتهيئة مجتمع واعن قادر على المجابهة من خلال المظلة الدينية والعقائدية سمحت الدكتور وشيخ ماجد تحليل شخصية السيد الشهيد هذه الشخصية العظيمة والكبيرة طبعا لا نستطيع أن نقف بهذه العجالة على تعليل لكن حدثني عن السماعات العامة الأبعاد السيميائية الإشارية سرعة الكلام الأزياء الجلس طبيعة التعامل مع الناس بمختلف شرائحهم يعني السيد الشهيد الصدر الحقيقة كان يسابق الزمن كما أشرت أنه كان في قراءته السريعة وكلامه السريعة لأنه كان يسابق الزمن لأنه كما أشار أنه الأستاذ رائد على أنه كان النظام في أواخر أيامه وهذه رفساته الأخيرة لربما تكون مجحة فلذلك أنه هذا مع الأسف أنه هو هذا النظام البعثي الذي قتل مرجعين عظيمين يعني كانت الأمة بحاجة إليهما الإنسانية بحاجة إليهما هو السيد الشهيد محمد باقر الصدر وكذلك السيد محمد الصدر ربوان الله تعال عليه وهذا مع الأسف الشديد هذا الطاغية حتى عندما سؤل قبل إعدامه فقال لما قتلت الصدر وكأنه هذا العمل الذي يلقيه ربو العزة في الذواد غير المتحلية بأي ذا الرأي نعم تأخذهم العزة فلذلك أنه السيد الشهيد الصدر ربوان الله تعال عليه قلنا أنه كان يسابق الزمن في مؤلفاته في دروسه يعني تدري أنه ما ينقل عن السيد الشهيد الصدر وذلك ما أنه أكده سماحة السيد مختلف الصدر في هذا أنه ما كان ينام في الليل إلا قليلا يعني بين كتابة وعلى العبادة التي بد لكن كان دائما يحضر لدرسه لدرس البحث الخارج وكذلك يحضر لإجابة عن كثير من الاستفتاءات التي كانت ترد عليه ما كان ينام إلا قليلا لأنه كان باعتبار أنه هذا مرجع للأمة وولي أمر المسلمين فكان يشعر بالصغيرة والكذب وكل شارد ووالد يجب أن يجيب عليها فلذلك تجده أنه يبدأ بدرسه صباحا إلى أنه يذهب إلى البراني ومن بعده إلى البراني للقاء الناس ومن بعده من لقاء الناس إلى الصلاة ومن بعدها إلى الصلاة فكان لا ينام ولا يهدأ إلا قليلا فسيد محمد صدر رضوان الله تعالى لديه من السمات التي أتشرت إلى هذه كان يحنو على الأقرب وكذلك عن البعيدين فكان يحنو بهذا الحنو العاطفي ومن ضمن هذه السمات التي وجدناها في السيدة الشهيدة صدر ولذلك يجب أن نتطرق عليها على قضية أنه تقبيل اليد كان السيدة الشهيدة صدر وان الله كان يحرم قضية تقبيل اليد ولذلك أنه لم يأتي إليه أحدا ويمسك بيده ويقبل فقال لا أرضى بذلك حتى عندما أخذ أحد الأشخاص أنه يده وقبلها عنوة بالقوة وأراد السيدة الشهيدة فقال أتولي به فقال لازم أنه أقبل إيدك حتى هذا قال لي أنه حتى لا يقول مكوثي أمام الله سبحانه وتعالى يعني بعض تجد شخصيات علمية شخصيات عشائرية شخصيات فهذه أشار على أنه قضية قضية أنه خاف بها إذلال للمقابل فقال بها السمول هذا ويجد في نفسه التكبر والكبرياء يجد في نفسه فلذلك أنه سيد الشهيدة صدر أراد أن يربي الأمة يربي الناس يربي على ما يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يشير في هذه القضايا الكثيرة ولذلك أنه عندما كان يجلس في براني هذا قضية أنه الحنو والاحترام حتى إلى هذا السائل يعني السؤال مهما كان بسيطا ومهما كان تافها يعني ربما بعض يسأل السؤال ويجي في السؤال فكان السيد الشهيد الصدر يضع مصغيا لهذا السائل مهما كانت هذه الأسئلة فكان يجيب عليها يعني أنا تخطر مرة وكنت جادسا وجاء أحدهم وسألهم هذا السؤال فقال سيدنا ماذا لو إنه اثنان صعدين بسيارة وتعرضوا إلى حادث وهذا الحادث اللي تعرضوا إلى إنه أدى إلى قطع رأسيهما وجبنا رأس هذا السائل نقول خلينا على رأس هذا اللي جالس بجانبه وهذول الاثنين المتزوجين فلمن هذه الزوجة لماذا هذه زوجة المتروح والزوجة هذه المتروح هذه فالسيد الشييدة صدر أجاب بهذا الجواب العلمي الخبوب البافي المقنع على قدر عقولهم فقال لأنه قضية إنه هذه هي علميا طبيا ما ممكن يعني إنسان قطع رأس يموت انتهت القضية ولكن قال إنه هذا السؤال سؤل به أمير المسلام نشوف إنه قضية إنه الدراسة والعمق في الدراسة والحفظ عند السيدة الشييدة صدر وإذا الجواب حاضر في لحظة فقال إنه هذا السؤال سود فيه أمير المؤمنين علي ابن إبي طالب سلام الله عليه وقل ولكن بمعجزة نبي يعني كما الله سبحانه وتعالى أعطى حياء الموتى لعيسى عليه السلام وكذلك أعطاها لموسى عليه السلام ولكن بمعجزة نبي الله سبحانه وتعالى أحيى هذين فقال السيد الشهيد ولكن كما أشار في هذه القضية قال على أنهم يجزمون عدة الطلاق وبعدها أنه يختار أن أي هما يزم فقضية أنه كان جواب جدا كان يجيب على السؤال في أي موضوع في الفيزياء في الطب في يعني في نقطتين أخذتني إلى بعد الكرامة والحرية في قضية تقبيلي في قضية أنه واحد جبروتي وطغياني مثل طاغية يؤسس قبال السيد الشهيد الحفاظ على كرامة الإنسان في الحرية في السؤال لا مشاحة في السؤال أنت أمام الأعلم من الأحياء والأموات كما يعلن السيد الشهيد أنا أشكرك على هذه الاجتماعية كبيرة والمشكلة مؤسسة لهذا البواد التاريخي من هنا بدأ التاريخ حينما يشير المؤرث العالمي إلى سومر نعم وحقيقة كتب بعد الانتفاضة كتب هذا الشيء عرف المشاهد بهذه المقالات لو سنقل نعم هي خمس مقالات كتبها بعنوان ماذا جرى ولماذا جرى الذي جرى كتبها الطاغية المبات بخط يده وبأسلوبه طبعا وبوقاحة تامة الحقيقة أولا ذكر أنهم ليسوا من أبناء العراق الأصلاء وإنما جاء بهم محمد القاسم عندما فتح بلاد الهند والسند محمد القاسم بنخت الحجاج نعم وحتى أنه الجاموس جاء بها من رعاة الجاموس وثانيا ذك مسهب شرفهم وبأعراضهم وتعرض إلى عاداتهم الاجتماعية و هكذا وهذا ليس بجديد طبعا لأنه الحقيقة حزب البعث والحركات التي تشابه حزب البعث هذه يعني إن لم نقل من ولادات الكنائس فهي ربائب الكنائس ولذلك تحاول أن تطمس أي حركة إسلامية أو حضارية تتعلق أو لها علاقة بالإسلام ولذلك عندما يقول وليام بولك لماذا العراق أنا أستطيع الإجابة يعني أجيب لذلك أمريكا فيها المسيحية الصهيونية والمسيحية الصهيونية سبقت المسيح الصهيونية اليهودية الصهيونية بقرون يعني الصهيونية اليهودية ظهرت أواخر القرن التاسع عشر لكن المسيحية الصهيونية ظهرت في القرن السادس عشر والسابع عشر وكانت تدعو لإقامة إسرائيل قبل أن يعي اليهود ذلك يهود ما عندهم كانت فكرة أنه إقامة دولة في القرن السادس عشر والسابع عشر لا يوجد فكرة الفكرة عد المسيح المسيحية الصيونية يؤمنون بمعركة هرمجدون بين الحق المسيحي والباطل الإسلامي أين تجري هذه المعركة؟ على أرض فلسطين هذا شنو علاقتها صدقائي كيف يمهد أحسنت بقرية المقالات التي تستهدف الشريحة الجنوبية من العراقية نعم وهي المعركة أين تحدث حماية إسرائيل من أين تكون تكمن في أرض العراق أن تقطع صلتك بالتاريخ وأن يجعلك أنت غريبا عن هذا المجتمع أين وجدت هذا الأمر في توجهات السيد الشهيد في خطبه التي عندك كتاب تزمع نشر عن شرح خطب السيد الشهيد نعم أين وجدت هذا الأمر بإشارة سريعة في كل خطبه هو يشير إلى حضارة العراق وعلى علو كعب الفرد العراقي دائما هو يركز على أنه الوعي موجود والشجاعة موجودة ولكن غيبتا نتيجة القمع والاستبداد والسياسات التجهيلية أشار سماحة الشيخ إلى العثمانيين العثمانيون دكتور أنا أصف حكمهم بالفترة الأظلم في التاريخ العراقي تحديدا لأنه عندما انتهى الحكم العثماني وجد العلماء الاجتماع وجد علماء التاريخ أنه ثلثي الشعب العراقي ريف وسكان المدن سكان الجنوب أغلبهم كذلك كان يمنع دخول فئة معينة من دين معين إلى المدارس النظامية أو تسلسلهم في الدورات واستمر هذا الحال حتى 2003 بقي نظام التتريك اعتقاديا ولغويا ممارسا ضد هذه لماذا؟ لأنه الإنجليز عندما احتلوا العراق جاءوا بالضباط الشريفين اللي هم أساسا في الجيش العثماني خرجوا الكليات العسكرية والمفارقة العجيبة دكتور أكثر أساطين القومية العربية هم ليسوا بعرب أنا أشكرك بس أرجع ملاحظة أنه أشرت على أنه سيد الشهيد صدر دوان والله تعالى أشار في أحدها قطب على أن الأتراك نخروا في الجسد العراقي وفي المجتمع العراقي فذلك أنه عذرا لهذه الكلمة ولكنه وقالها شيء صدر قال كلاب أو لا كلاب نخروا في جسد المجتمع العراق أنتقل إلى النجف الأشرف إلى سمحت سيد الدكتور الحسيني وقضية الصلاة الجمعة هذه القضية المفصلية التي شكلت هزة سياسية لذلك النظام المباد والخطب التي كانت تتلى في هذه الصلاة بحيث كانت بيانات ثورية تعلن من على من بريد تلكم الصلاة نعم دكتور للأسف انقطع الاتصال بسماحة السيد الدكتور كاظم الحسيني أعود لجنابك إن شاء الله في حال توافر الصورة والصوت السؤال نفسه لجنابك الشيخ ماجد إلى أن يتوافر الاتصال مع سماحة السيد صلاة الجمعة هذه الصلاة المفصلية كيف نستطيع أن نقرأها اليوم بواقع نعيشه الآن وهذه الصلاة كانت سببا في يظهر صوت مجتمعي رافض لكل ظلم وطغيان نعم سيد الشيخ الصد وان الله تعالى عليه أراد من خلال صلاة الجمعة أن يكون منبرا إعلاميا فضائيا كما نعبره الآن من خلال صلاة الجمعة ومن خلال أنه شحذ الجماهير وجمع الجماهير لأنه كما تعلم كان في ذلك الزمن أنه الاجتماع أكثر من خمس أفراد فيعتبر هذا التجمع وهذا التجمع ممنوع إلا بإذن من الدولة حتى إذا كان خمس أفراد أو عشرة أفراد بتجمع فهذا يحاكم عليه ولكن كيف استطاع السيد الشهيد صدر يجبع هذه الأمة من الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه أن يجتمعوا في مكان واحد وكما أشار أنه السيد في قضية على أنه السيد كان له يراوده هذا الحلم وهذا العمل في صلاة جمعه ومرة 13 سنة ولذلك أشار في هذا القدر ولذلك عندما أشار عندما كان يقول في صلاة الجمعة على أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها قرآنا وهي صورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذلك يقول رسول الله صلى الجمعة وأمير الممني صلى الجمعة والإمام الحسن صلى الجمعة فلذلك يقول فما معنى أنه لا نصلي الجمعة ولذلك كان يعاب على المذهب الجعفري وعلى الشيعة بعدم إقامتهم لصلاة الجمعة ولذلك كان يعتبرها فتحا كبيرا في صلاة الجمعة ولذلك أنا أتخطر أنه كان حتى في صلاة الجمعة وجدت أحد الشيوعين وهو ماركسي كان يحضر لصلاة الجمعة فنقول له يا بنت ليش تهضر قال لأنه هذا الرجل ماذا منه ضد الدولة هناك بيانات ثورية أريد أرجع نفتح هذه الفكرة أكثر تأمن الاتصال بسمحة السيدة الدكتور كاظم الحسيني صلاة الجمعة كيف تقرأ أثرها وتأثيراتها وبعدها الذي نشده السيد الشهيد قدس سر في إصدار بيانات ثورية تزلزل عرش السلطة الظالبة أولا دكتور كانت صلاة الجمعة وخاصة عندما أقامها السيد الشهيد في مسجد الكوفة مثلت هوية الشعب العراقي الحقيقية وشطبت على هوية العراق البعثية صدام حسين والنظام السابق كانوا يحاولون أن تكون هوية العراق وهوية شعب العراق هي هوية بعثية هوية صدامية إذا قال صدام قال العراق العراقي بعثي وإن لم ينتمي صلاة الجمعة شطبت على هذه الهوية الاجتماعات الحزبية التي كان يعمل البعثيون عليها بتجميع الشعب العراقي في منظماتهم وشعبهم وفروعهم السيد محمد الصدر سحبهم إلى مسجد الكوفة وإلى مساجد بغداد والمحافظات الاجتماع الأسبوعي التنظيمي الذي تتلى من خلاله تعاليم المرجع الأعلى صار في يوم الجمعة وصارت هوية الشعب العراقي هوية عراقية إسلامية خالصة لا علاقة لها بهذا النظام الدموي القمعي هذا أولا الأمر الثاني صلاة الجمعة وحدت شيعة العراق شيعة العراق قبل الصدر لم يكونوا شيئا مذكورا مشتتين مفرقين لا يجمع بينهم خيط مشترك جاء الصدر وأسس مشروعه الإصلاحي الجديد فاستقطب الجماهير ورأى الجماهير بعضهم بعضا الشيعة صاروا يلتقون فيما بينهم صار هناك أمرا ستراتيجيا مصيريا يربطهم فكان حراكهم جديدا اجتماعهم جديدا صار أسس السيد محمد الصدر جمهورا واعيا جمهور نفسي كما يقول غوستاف لوبون كان الشيعة جمهور عفوي يعني الآن إذا تذهب إلى متحف وتشوف مثلا فالف سائح هذول جمهور لكن يسموه جمهور عفوي ما كو رابط بينها لكنه جمهور الجمعة جمهور نفسي مرتبط بعقيدة صلبة قوية فالسيد الشهيد الأمر الثاني أنه وحد شيعة العراق ثالثا وحد الشعب العراقي شيعة وسنة ومسيح السيد الشهيد سعى إلى توحيد الشعب العراقي في واحدة من بياناته في صلاة الجمعة خاطب أهل السنة إخواننا أهل السنة خاطب إخواننا في الوطن المسيح قال أنا وعندما يقول أنا بصفته المرجع الأعلى لا أريد منكم الآن أن أطلب منكم الآن أن تكونوا شيعة ما أطلب من السنة أنه يتركون التسنن ويتركون شعائرهم ويجونسون شيعة ولا أطلب من المسيحين أن ما أطلب هذا منكم على الرغم من أنه يمثل مقام النبي يمثل مقام المعصوم في الدعوة إلى الله وإلى الإسلام ولكن لاحظ استراتيجية لاحظ احترام الآخر الذي كان لدى السيد لا أطلب منكم أن تكونوا شيعة ولا أطلب منكم أن تكونوا مسلمين وإنما أطلب منكم أن تلتزموا بالأخلاق الدينية التي أقرتها الأديان واشتركت بها الأديان أحسنتم نظرا لضيق حرمة شرب الخمر حرمة الزنا حرمة السرقة حرمة الكذب في قضية سماح السيد الشهيد وبيانات الكثيرة في جملة أو جملتين ختامية من جنابك حتى أخذ هذه الجملة من الضيوف للسماح اجتماعية مهمة جدا نمت وتسامت حتى بلغت أن تكون قدوة وأسوة للمجتمع العراقي لا بد من دراسة هذه الظاهرة لا بد من استخراج عناصر القوة في هذه الظاهرة وبثها للأجيال من أجل أن تكون مبعثا للحراك الإيجابي في خدمة البلد وفي خدمة العراقيين أحسنتم سماحك السيدة دكتور كاظم الحسيني كنت ضيفا عزيزا انضممت إلينا من النجف الأشرف شكرا جزيلا لجنابك الموقر أعظم الله لك الأجرى والثواب وأخذ كلمة أخيرا من سماحتكم شيخ ماجد في جملة أو جملة إلى سؤالتي أهلا وسهلا يعني أنا أقول ما أيضا قلته في هذه الحلقة إن شاء الله إنه قالها السيد الشهيد صدر وإن ذهبت حياة تأسأتها بضميره مرتاح ففعلا السيد الشهيد ذهب وضميره مرتاح من خلال هذه القواعد التي أسسها ومن خلال هذه العلوم التي تركها ومن خلال هذا الإرث الفكري الحقيقة الذي ربما ستستفاد منه الأمة الآن ولاحقا وإلى آخر إلى يوم القيامة سيبقى هذا الإرث الحضاري الفكري الذي تركه سيد محمد الصدر وكما قال في موتي إنه شفى لأمريكا وإسرائيل ولكن نقول إن شاء الله إن شاء الله نعنا متعين الجبناء من أمريكا وإسرائيل وسيبقى محمد الصدر علما في أرض العراق وفي تاريخ الأمة الإسلامية علما يرقر إلى أمل وهو كذلك الشيخ ماجد الشامي شكرا جزيلا لجنابك الموقع كلمة أخيرة أستاذ رائد لو سمحت بيودي الحديث عن ثلاثة مفردات أولا جاء بتفسير جديد للتقية كانت التقية نفصلها لاحقا تفسير جديد للتقية الثانية الثانية استخدم القوة الناعمة طبقا لنظرية جوزيف نايل لإضافة عام 1990 القوة الناعمة هي الكلمة الخطبة المجلة مجلة الهدى حتى الأنترنيت أسس لموقع وهذا شيء كبير طبعا الثالث التنمية الفكرية أحسن هي ثلاث مرتكزات تحتاج إلى حلقة كاملة هذه إن شاء الله وسأأخذ هذه الفكرة نحاول أن نعمل على تطويرها إن شاء الله الأستاذ رائد السوداني شكرا جزيلا لجلابك نحر أجد الشكر وثناء أعظم الله لكم الأجر والثواب أحاول أن أختم بكلمة ربما تلبس على البعض قالها السيد الشهيد السعيد قدس السرح السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه حينما قال أنا أعلم الأحياء والأموات حينما يقول العالم الجليل المتبحر بالعلم والمعرفة هذا الأمر فهذا أمر حقيقي طبيعة العلم في فلسفة التاريخ أن تكون تطورية ابن اليوم أعلم من ابن الأمس لأن ابن الأمس لديه علومة فقط أما ابن اليوم فلديه علوم الأمس واليوم لا يتراجع العلم إلا بحالة شاذة يسموها هؤلاء التاريخيون بالانتكاسة التاريخية أن يكون صاحب الأمس أفضل من اليوم فهو كان أعلم الأحياء والأموات نعم إن السيد الشهيد هو أعلم الأحياء والأموات وفق النظرة العلمية شكرا لكم طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة